السلام عليكم في الفيديو تالي يوم سيكون عبارة عن صابلي بدوق الفرز محشي بالفرز مهم الصابلي التاعو در نهب لكم في جوه تالفرز والفلان تالفخيز رح يجي بزاف ابنين ودوق تاعو مغاير خير تلكم هاد العكولي غري جاي في الكوذات ولا في الغاز كلاه تلكم هاد الشكل بالورود ودتلكم تاني هاد القلوبة يخرج لكم حوالي ثلاثين حبات وصادر بونتو ما الطابع لتخدموه بكي ما نشفتون هادك طابعت هالقلب طابع كبير با غابوغ لهذا سميلا درتوهم كاملت عقلب رح يخرج لكم اقل كما تعرفو هادك نمولت على القلب الكاين اللي يمولت على القلوبة صغار عليه هانابورك درت هادك الكبير هول كيفاش يجي من الداخل درتو بكريمة تاع كريمة الزبدة بالفندان ودرتو بالابيويت فخيز درتها فلابات ودتها داخل الحجو تبعو معي مقادر وطريقة التحضير باش نديرو اللوقات وتعنا نحتاجو 250 قرام تاع ماركارين تكون في حرارة المطبخ نحتاجو واحدة فلون باكيت عنوارا وفخيز نحتاجو لاغون تاع الفرز او اتباعها كاب الميزان اه عدرا ان هي عمروكم في القرعة نحتاجو حبها بيض وصافر تقدو يديرو زوج صافر نحتاجو نصف كاس مايزين او نصف كاس سكر نحتاجو رشة تاع الملح ونصف ملعقة صغيرة خاميرة وملعقة تاع الفروي يارد درس ثاني شوية لاغام ومازال رح نزيد شوية بسكو علاش نسحق الضوغ تاع الفراوي لان فلوس نسحق اللون بتاعها رح نضيف الملعقة تاعا كوليت فروي تقديرو ملعقتين يعني سادي بونتو مالك وحبين الذوق مركز كتر كنخلط بعد نشوف باللي مراحيش غاز بزاف رح نزيد لها شوية لاغام روز كلا انا حبيتها شوية فونسي هدا ما كان على وش كان ننخلط كلش بالباطر نضيف البيض ونضيف الفلان نضيف كامل المكونات بعد نطمهم اكيد بالفارينا ونضيف هديك النصف ملعقة تاع نخميرة هدا ما كان يعني وصفة سهلة مبارك نبدله شوية في الادواق يعني ما شي كامل ليصاب لي لازم يكونوا كيف يفلقوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النصف نستمر ونضيفه في الفارينة حتى نشفه على جناه لا تلسق في يدنا احتاج أن نضيف الفارينة باش ننحوها من يدنا سوف نطبعها و نقوم بخير انواع القلب هذا الثاني تعد الدمعة او يتبع باخته تقدر و تفتحوا ما بين الساشي انا نحب نفتحها بالفارينة بس كيف نمس في العبات نحسي لها مخصوصة فارينة كما ذو كا كل ما تشوفون يزيد في الفارينة عارفوا باللي بس كيف نسيتها طرية و العبات تكون طرية بس كيف ندخلها كيف رح يتغير الشكل انا كيف نفتح نحس نشوف العبات التاعي اذا رحي تلاسق نضي لها شوية هذي كتاع الفارينة هذا ما كان و نطبع الاشكال كدو كل واحدة وش عندها طابع لا يجب ان تتقيد بالطابع انا اكيد الفون بتاعي نديجة مجداته يسخن ندخلهم يضعبهم من تحتها فقط ندخلهم شوية غير يبدو يصفرهم باش ما يبسناش الصابلة تاعنا و باش ما تروحناش هذيك العكولة غشابة نضيف هاي لك السنوة الولاد و نزيد ندير السنوة الاخرى هذيك الوفال شوفونا كيف ندير هذيك الباقية نضيفهم مع عجينة جديدة معها جديدة يعني عجينة ماشي بلي دجام طبوعة باش توليلي كامل عجينة يعني مليحة يعني ماشي بعودة نفتح عكا كبيرة ونزيد نطبع مرة اخرى باش نخدم الشكل الثاني وهي رايحة حتى نكمل كامل لعبات التاعي مرة ما بيبس صعب لي راح نخدم لعبات التاعي تاعي تاع الفندن نحتاج ميتين وخمسين قرام تاع مارغارين اوبلين ربع كوبة من الزيت لا غون تاع الفرز لا بيلي تفري راح نديرها في الحشو الداخل نحتاج ميت وخمسين عشرين قرام تاع الفندن القاعدة تقول كيلة تاع المارغارين بنصف كيلة تاع الفندن بالنسبة للناس اللي ما عندهاش الفندن تقدر تستبدله بالسكر الناعم اه هي في الوصفة من المستحسن نستعمل اوبلين على جل وعلى جل يعني قوتها شباب ماشي هادك اللي تجي فيها المارغارين قاطع ان بلوس فيها لاباني شرح ندير راح نقطع اوبلين صغيرة باش تساعدني في الخدمة نضرب نضيفو الزيت ونضربوها يعني الزبدة والفندن والزيت اذا ما عندكمش الفندن تقدروا السكر السكر ناعم نضربوه ونضيفو لهم شوفو انا القاعدة الخمسة قاعدة حتى تبدلي القاعدة خفيفة راح ندلها لارام تاع الفخيز باش تولي لي غاز و باش تتنكه لي بالقاعدة الفرز انا بيها سميتو صابلي في خيز احي يكون القاعدة الفرز باين في هاد الوصفة شوفو راكول غاز شابه نخلط حتى نتحصل على يعني لون موحد ونروح ندروف لعبوش باش نعمر الصابلي نتحصل على صابلي التاعي ونبخله هى برد عادي نخليها برد نخليها برد بنظك بالحشو يجب أن نتعب في التعييد. خلاص الديكور راح نباك لي بارك و راح فهمتوني. مانيش رايحة نخدم يعني خدمة بسقوات سمات و نخدم بسابلة و نحطه بكوتي و نخليها غر للديكور. في كامل الوصفات سيوك باش تقسموا العمل بتاعكم ما تخدموش كل اشطربة واحدة باش ما تكرهوش الخدمة اللي كو تخدمو فيها. و تاني من داك يجوكم ليزيدي اشتوك تكونوا قاعدين مستراحين يجوكم ليزيدي في الديكور. انا هادي نصيحتي لكم يعني عن خبرة ديفو نكون عيانة حتى نروح نريح باش يبدو يجوني الافكار. الكوزينة متعبة يعني نحبو لنكرهو لاغ الكوزينة متعبة. ربي يكون في عنا. وش نروح ندير نروح نعمر نخلي فراغ صغير فقط. مش راح ندير كبيرة على الابيوعي تفوي. نديرو شوفو راح نخلي غير شوية في الواسط. و راح ندير فيها لكم في بسكو عرش لو كان نكتروا بزاف راح يتخلطنا مع كريمة الزبدة يكونون ليسيو. قدروا تمسحوا بسباعكم كيان بزاف يشتهم يخدموا بهذه الطريقة. انا نخدم بسباتيولا هكا يولا بالضهار تع الموس وقعد الليسي. و كما نديرو شهد العملية تعاليسيو الأطراف راح تكون كاينة دودانة داخل الكريمة يعني سيكون كاينة فارغ. فارغ على الداخل و بعد اكيد تقلاصيو الصابري لتعكم موشي صرا راح يجوكم فقاعات فقاعات يعني بزاف و راح يجي داخل الصابري لتعكم. ما لازم تساوي والسطحي حني يجي مستوي. بكريمة الزبدة. ولا بلقانا نشتوك صادير بانتوما وش هكو تخدمو. تواصلو بنفس الطريقة حتى تكملو راح تيتي تاعكم قدكم تخرج لكم حوالي ثلاثين حبة. وما ترحو تقلاصيوها يعني حاجات سهلة. الديكور حبيبتي كل واحدة والديكوري كي ما تعرف وكي ما حبت. كي ما جهة في راسها يعني مشي لازم استقيد بالديكور اللي درتو انا. يعني بك كل مرة حاب نبدل يعني ما لحبش ندير نفس الديكور كل مرة حاب نبدل هدا ما كان. ثم تقدرو حتى تقلاصيوها عادي. وددلو لها الزيكزاق برك من فوق مور ما ينشوف لنقلاسات دلو الزيكزاق. بتفتحوش لها بوش برك خشينة لازم تكون رقيقة. باش يجي الزيكزاق شباب. حكمت انا شوكولات بيضاء دوبت هزت لها شوية تعزيت وحركتها وبديت نضيف في الملوين الخاص بالشوكولاتة هاد الغوج استعملت انا لمرك ماجي كيك. الغوج هادا ملوين خاص بالشوكولاتة. منسبة الناس اللي تحب تستعمل الشوكولاتة الملونات هلا صافيغ اكيد تقدر. بصح وشن دي نبدأ نخبط هكايا باش نشوف الصابلي تعي كيف اشار وراي حيجي بسكو الصابلي نخبطوه شوية. ونشوف كيد هبط الشوكولات اسكولاكولا غراهي كلاغ ولا فونسي. كيسي يدخرج اللي كلاغ غزت لها شوية ملوين. عشان تحصل على هاد الغاز. سيب واندو كارح نقلاسي القاتو تعي ونحطوه يقطر. تحبو تخلوه يقطر لحنا ولا تحطوه ديراكت الفابيكيسان اللي ديجا طيبته فوقه. الموديل الثاني اللي سقط في هكا هاد الورود. تحبو تخدموهم في الضع. تحبو تشلوهم برا ميت باعه وبره. السقطو مهمة مازال ما نشفتش شوكوري يعني كي قلاسيتهم كتن قلاسي بره بحا اون بلاسي في الورد. وهذا وشترت دات لهم ملمع بلان دوري. راح نلمسح شوية بالناباج نصف تلسق لنا في دور. ونروح نضيرها في الكيسات الدونتل. بنسبة رقم تعليق كيسات دونتل هو رقم عشرة. تسكيلو هاد القلب كبير. ونقدم القاتو بتاعي هاوليك واجد. يدي الشكل تاعي وشباب سوختو اضاء في زنطيتو في. بلاطو يكون دوري. كمانا الحلوات تعنا ان شاء الله ياربي تكون حاجبتكم. حبيت ان كاسيكم لكولاء يعني مشي توجو جوى هاديك شوكولات مارن. لازم نحكه اللواني جوجو شبين. وتاني اضواق كيه مزاف ناس تحب لو كتعرف حلس انا الشكل اللي حبيته والاخر دبروا راسكم يعني كل واحدة والذوق التحى. اكيد قسمت لكم بيش تشوفوا كيف اشتعمل داخل نقول لكم تهلا بالزفر وحديكم ونشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة والسلام. اشتركوا في القناة